مع اقتراب معركة تحرير الموصل وفي خضم الاستعدادات المحلية والدولية لمواجهة أزمة النزوح المرتقبة والتي قد يتجاوز أعداد النازحون فيها مليون نازح بدأت الدعوات والمناشدات من قبل مواطنين وناشطين مدنيين للحكومة العراقية بضرورة إلاء اهتمام نوعي ومتميز لهذا الكم الهائل من النازحين خصوصا وأنهم سيخرجون كفارين من بطش استمرار لعامين وليس كالنازحين عاديين نحن نتوقع أن تكون معركة الموصل سهلة جدا لأن خطط لها والكل سيفترك بها ومن زوايا ومحاورة الآن باقينا محور واتجاه واحد إذا حصرنا الموصل أي داعش ما يطلع وليطلع الحدود طياراتنا الضربة بس نقول يجب أن صارت عندنا خبرة يجب أن لا نكرر عملية النازحين يجب أن تكون لهم ملاجئ كاملة للمنام وأكل وتحضير الماء مسبقا والجيش مثل ما تلقاهم في المعارك السابقة الآن بل يضع لهم عدة خطوط لأربع خمس خطوط من منتج العائلة مفروض الجيش ينقلها ويتلقاها إلى مكان آمن يجب أن لا تكون لنا أخطاء في هذه المعركة لأن متوقع منها أن تكون معركة لمدة سبوع أو سبوعين خلال هذه الأسبوعين قد يكون النازحين حسب الإحصائيات قد يصلون إلى مليون مواطن عراقي هؤلاء يعتازون إلى أكثر من مكان وأكثر من معسكر لأنهيئ منهم مأكل ومشرب ومنام بل حماية ومناطق آمنة تأكيد الحكومة العراقية بحكومة النازحين والأعداد الهائلة من النازحين التي صارت بالبلاد طبعا وبلا فخر أصبح لديها خبرة بالتعامل مع هذا الملف اليوم هناك ما يفوق المليونين نازحين في مختلف المحافظات المحتلة هناك أنبار، هناك تكريت، هناك موصل هذا الأمر أصبح ليس بجديد على الحكومة فعلى الحكومة في حال ورود أي نازحين من مدينة الموصل فالمفروض تتعامل وياه بكل سلاسة المفروض توفر خيم أو أماكن لسكن هؤلاء الناس مفروض توفر مواد غذائية مفروض توفر مختلف مسلزمات العيش أقلها حتى يقاومون الفترة أو المرحلة اللي يقعدون بها في المخيمات إلى حين تحرير مدنهم قرابة المليون نازح غالبيتهم أطفال ونساء وشيوخ يستعدون للهروب من ظلم داعش مع الإعلان عن افتتاح ممرات آمنة لاستقبالهم وكلهم أمل أن يلقوا دعما ومساعدة وإغاثة ترتقي لحجم المعاناة التي واجهوها تحت قبضة داعش فالخطوط العريضة لازمت النزوح المرتقبة والتي رسمتها موجات النزوح السابقة والاستعدادات الواجب توفيرها معلومة لدى القاصي والداني فبعد كل المخاوف والاحتمالات التي أطلقتها منظمات محلية ودولية يبقى الجميع ينتظر ما ستأول إليه أحوالها أولاء النازحين الذين لا يردون أن يواجهوا ما واجهه النازحون السابقون والحاليون بالتأكيد أنه عندما تبدأ عمليات نينوا سيكون يعني حسب الأخبار المتضاربة لأنه عندما اقتحمت القوات الأمنية القيارة لم يكن ذلك النزوح مثل ما حدث بالأنبارة أو بالفلوجة وكثيرا يتوقعون أنه النزوح في الموصل سيكون أقل من ما تتوقع المنظمات الحكومية أو المنظمات الأمم المتحدة ولكن يجب على الحكومة أن تضع بالحسبان أنه نزوح لأن الآن ما موجود داخل الموصل تقريبا أكثر من مليونين نسمة فعندما تبدأ العمليات العسكرية على الحكومة أن تحسب أنه إذا ما يريد ينزح فأكثر من مليون نتيجة العمليات العسكرية فعلى الحكومة العراقية أن قبل بدء عمليات نينوا أن تحسب حساب الناس الذين ستحقق لهم ممرات آمنة وذانيا أن تحقق لهم مأوى آمن متكامل للخدمات من الناحية الصحية، من الناحية الغذائية، من الناحية الأمنية فعلى الحكومة أن تحسب هذا الحساب قبل بدء عمليات نينوا طالب الحكومة بتوفير كافة المستلزمات التي يحتاجها من ماء ومن خدمات أخرى ومن كارفانات ومن طعام ومن شرام ومن كل شيء يحتاجه النازع ثم لا تنسوا يعني هناك نازعين كثيرين في العراق وحرب تحرير الموصل هناك الموصل على أبواب التحرير يعني الأرقام تقول والأم المتحدة تقول أنه سوف ينزح تقريبا مليون نازع يعني الذي سوف تفعله الحكومة العراقية يعني نحن متأكدين حسب متابعتنا السابقة الحكومة لم تقدم أي شيء لها للنازعين السابقين فكيف هؤلاء المليون؟ يعني ماذا؟ أين سوف يسكنون؟ كل ما يجري وكل ما يقدم للنازعين في كافة مناطق العراق التي يهجروا منها هي تقوم بها المنظمات المدنية والأمم المتحدة يعني الحكومة العراقية تقدم النزر اليسير اليسير بعض المنظمات المدنية والمجتمع المدني هي التي تقدم المعونات دعوة يوجهها مثقفون وناشطون إلى الحكومة العراقية لعلها قد تصل لأذهانهم ويبدأ بالاستعداد الفعلية لاستقبال موجة النزوح المتوقع قدمها حين بدأ معركة تحرير الموصل من بغداد لقناة الموصلية حاني عماد